سلام عليكم واهلا بكم في فيديو جديد ان شاء الله في الفيديو ده هنعرف ازاي نعرب ويندوز 11 لجميع اصداراته اول حاجة عشان نعرب الويندوز هتروح على قائمة start بعدين هتدوس على settings او الاعدادات بعدين هتروح على اختيار time and language ومن الاختيارات دي هتدوس على language and region بعدين هنا هتلاقي اللغة العربية طبعا لو انت ملقتش اللغة العربية فهتدوس هنا على add a language بعدين بتشوف اللغة العربية وعلى حسب الدولة بتاعتك يعني مثلا اختار العربية جزائر بعدين بتدوس على next بعدين بتدوس على install وتلاقيه حمل لك اللغة العربية وبقت متضافة معاك بالشكل ده كده بعدين بعد ما انت تلاقيها هتروح على التلات نقط اللي بيبقوا في الجنب دولت هتدوس عليهم بعدين هتدوس على language options وهنا في الاختيار اللي اسمه language back هتدوس هنا على download عشان يبدأ انه يحمل معاك حزمة اللغة العربية فانت استنى لحد ما يخلص التحميل تمام دلوقتي وخلاص خلص التحميل وهنا بيقول لي install دي يعني كده خلاص الحزمة اتحمله فانت هترجع بعدين هنا في الاختيار اللي اسمه windows display language هتلاقيه هنا مظبوطة على اللغة الافتراضية اللي انت عاملها للويندوز فانت هتدوس هنا وتحولها على اللغة العربية ولا حسب الدولة بتاعتك بعدين هتجيلك رسالة بيطلب منك انك تعمل تسجيل خروج للويندوز علشان يقدر يعرب النسخة فانت هتدوس هنا على sign out وبعد ما رجعت من تسجيل خروج زي ما انتم شايفين كل حاجة خاصة بالويندوز بقت باللغة العربية يعني مثلا الايقونات بقت باللغة العربية البرتشانات بقت مكتوبة باللغة العربية والملفات الخاصة بالويندوز كلها بقت مكتوبة باللغة العربية ويبقى كده الويندوز اتعرب من غير اي مشكلة ننتقل دلوقتي للرجوع الى اللغة الانجليزية مثلا دلوقتي انت عايز تحول لغة النظام للانجليزي تاني فانت هتروح على قائمة start بعدين هتدوس على الاعدادات بعدين هتدوس على اللغة والوقت ومن الاختيارات دي هتدوس على اللغة والمنطقة وهنا في لغة العرض في ويندوز هتحولها من اللغة العربية الى english united states وهنا هتجيلك الرسالة دي وبيطلب منك انك تعمل تسجيل خروج عشان يطبق اللغة دي فانت هتدوس هنا على تسجيل الخروج وبعد ما ترجع من تسجيل الخروج هتلاقي ان الويندوز رجع للغة الانجليزية او اللغة الاصلية اللي انت كنت عاملها في الاول وبس كده وصلنا لنهاية الفيديو وعرفنا مع بعض ازاي ان احنا نعرب ويندوز 11 لجميع الاصدارات برو هوم او اي اصدار طبعا لو اي حد عنده سؤال وانا ان شاء الله هرد على افقار بوعد السلام عليكم